فهذه يجب أن تقطع اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اليوم أنا زاير مزرعة مختصة بالموز وطبعاً هذه المزرعة فيها تقريباً ما السبعة أصناف من الموز لكن أنا جايد أركز على هذا الموز اللي هو التقاري الموز الميلاندي ليش هذا يعتبر تقاري؟ أولاً ثماره كباره تقريباً هذه توصل من 20 إلى 45 كيلو العسقة الوحدة طبعاً يعتمد على اهتمامك الشيء الآخر هذا قزمي يعني ما يروح طويل مكان طويل ما يمكن ما المترين إذا وقت وقت طويل وكذلك يا طويل العمر طعمه رائع أحقامه كما أنت تشوف ومناسب جداً جداً ما يروح مكان بعيد والرياح تكسرة يتحمل الحرارة كل المواصفات هذا هذا الصنف يعتبر من أفضل الأصناف الشيء الآخر دائماً الموز يحتاج إلى سماد البقرة لعن سماد غنم ولا سماد دواجن خاصة سماد الغنم قد يضره فلذلك انت تركز فقط على سماد البقرة أحقامه طيبة الشيء الآخر اللي هنا الزهرة لازم تقطع في مرحلة معينة رايح أصولكم إياه الزهرة اللي تكون فيه التحت الشيء الآخر عشان تعرف أنه هذا جاهز تشوفه من هنا جاهز للقطع ها تشوفه من هنا إذا يابس مثل هذه خلاص يابسه مثل هذه خلاص هذه جاهزة للقطع خلاص مثل هذه جاهزة للقطع ممكن تقطعها وتنضج هي بعيدة عن الأم معلومة أخرى البعض يجهلها اللي هي إن شجرة الموز الواحدة فقط تعطي عسقة واحدة من ثم تقطع وترمى وبعدين أولادها الصغار هن اللي ويش اللي يكبرا ويثمرا إذن فقط شجرة الموز الواحدة فقط عسقة واحدة من بعد ما تعطينا ونقطع العسقة تقطع الشجرة الأم اللي هي هذه تقطع وبعدين ترمى الشجرة الأم أولادها الصغار اللي تحت هن اللي رايحات يعطيها بشكل هذه اللي أنا أخبركم عنها الزهرة اللي لازم تقطع في وقت معين قطعها هذه رحيم بسم الله هذه لازم تقطع شوف من هنا تقطع طبعا هذي إذا ما قطعناها هذي راح تمتص العناصر على قرون الموز أيضا هذي شوف في وقت معين خلاص لازم تقطع هذه الزهرة وهم عادي عرفوا بالخبرة متى تقطع شوف رغم أن هي مكملة هي مكملة فيها بهذا الطريقة طبعا إذا ما قطعت هذا في هذا الوقت راح يكون الثمار أصغر حقما لأن الطاقة والعناصر راح تمتصن هذه الزهرة فهذه يجب أن تقطع كنتنا أتوقع أن الموز يحتاج إلى ري بشكل كبير كنت أتوقع ري بشكل يومي لكن من زيارتي حال هذه المزرعة طبعا المزرعة في السويق من زيارتي حال هذه المزرعة اكتشفت أن الموز ما يحتاج إلى ري بشكل كبير طبعا حسب الحاجة صاحبنا أحيانا يسقي على الثلاث أحيانا الأربع أحيانا حتى يوصل في الأسبوع مرة واحدة فقط وهذا في عز الصيف طبعا يعتمد على المو يعتمد على الأقواء هو يقيس الأقواء ويشوف كثرة الري للموز سبب بعض الفطريات تكون هنا ولذلك كثرة الري يجب أن ننتبه عليها